أضحية مولانا إيه شروط الأضحية وهل في قواعد معينة للذبح وهل ممكن يشترك أكثر من فرد وهل سك الأضحية مقبول شرعا يعني أسألة كثيرة جايانة وردو نحب نأخذ إجابات سريعة منها إحنا في عيد الأضحية إحنا بنضحي تقربا إلى الله عز وجل ده أحد معاني النسك في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كمان أنا بتشبه بالحجاج الحج دلوقتي بيدبح الهدي وأنا بيدبح الأضحية وكمان بتشبه بالحجاج من أول هلال زل حجة أنا مش بحلى ولا أوص ضوافري بتشبه بالحاج ده دي سنة مؤكدة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها دليل روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال زل حجتي وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأزفاره في رواية فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا العلماء كلموا قالوا ليه قالوا لي أن غير الحاج لما بيدبح الهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنها فداء له ولأهل بيته فربنا سبحانه وتعالى بكرمه أراد أن يفتديه كامل الأجزاء حتى الضافر مش غيب منه يفدأ بكمال الأجزاء طيب لو أنا ما عملتش كده أضحيتك صحيحة ولا حرج عليك طيب أنا عملتك ده وأهل بيتي ما عملوش لا الحكم يخصك أنت ما يخصش أهل بيتك وإن ما بعلتش ذلك أضحيتك صحيحة 100% طيب لازم يكون عندي تقوى لله لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة طيب أعمل إيه أنا كواحد أنا وأهل بيتي أتبح خروف أو معزة طيب لو بقرة نشترك فيها سبعة بأسرهم يبقى البقرة تتأسم على سبعة أشخاص بأسرهم سبع نيات تمام أدي ناحية طيب لما جاء اختار لازم أبص على البقرة اللي هتبحها لله أو الخروف أمسك ودانه كده وبص فيها وبص في عينه يعني حلوة وجميلة وخليه يمشي قدامي أحسن يكون أعرج تمام وبص من ناحة دي وبص سيدنا علي بن أبي طالب قالوا الحديث في البخاري أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأنفة والأذن يعني خلي بالي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزين في الأضاحي يعني أربع ما ينفعوش أضحية ركزوا الله يراضيكم في أربع أنواع من الخرفان أو الأبقار أو الأنعام ما ينفعوش أضحية المهمة واحد العوراء اتنين العرجاء ثلاثة المريضة أربعة العجفاء العجفاء يعني المجنونة ويقاس على ذلك ما هو أبعد يعني يا جماعة لو الخروف أعور ما ينفعش أعرج لا أعرج ما ينفعش مريض ما ينفعش مجنونة كده تبع عرف إزاي إنها مجنونة تعرفها إزاي دي أي صحيح أخلاتي يمشي قدامي لو لقيت عمالت خبط في اللي رايح واللي جاي ما تاخدهاش ليه هم لازم في آه دي شروط طبعا يا فاندي عشان الناس بعرفها ليه يا أستاذنا أنا بقدم ده لربنا إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا كي يناله التقوى منه فلا بقدم لربنا جل وعلا فلازم أقدم لربنا أحسن حاجة